بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلوا عليه وسلموا تسليما أبناء تلاميذ الصف السادس الابتدائي أهلا وسهلا بكم في درس جديد وفي وحدة جديدة من وحدات مادة الفقه وهي الوحدة التي تتحدث عن الحج والعمرة سنبدأ فيها بهذه الدروس الدرس الأول حكم الحج والعمرة ومنزلتهما الثاني مواقع الحج والعمرة الثالث الإحرام الرابع أركان أركان الحج والعمرة وواجباتهما الخامس صفة العمرة السادس صفة الحج ونبدأ يا أبناء بالدرس الأولي وهو يتحدث عن حكم الحج والعمرة ومنزلتهما نقول أولا يا أبناء أن الحج واجب على المستطيع في العمر مرة واحدة وهو ركن من أركان الإسلام حيث قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج وحج البيت وهذا هو الدليل يا أبنائي وحج لي وحج البيت إذن هو بدليل من السنة وبدليل من كلام الله سبحانه وتعالى هو واجب على كل مسلم مستطيع له يا أبنائي ثانيا متى فرض الحج؟ متى فرض الحج؟ نقول فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والآن نأخذ حكم العمرة نقول العمرة أيضا يا أبنائي واجبة على المستطيع مرة واحدة في العمر شروط وجوب الحج والعمرة يجب الحج والعمرة مرة واحدة في العمر على من توفرت فيه هذه الشروط أولا الإسلام فلا يقل مثلا يا أبنائي أن يقبل من غير المسلم حجا أو عمرة ثانيا العقل ثالثا البلوغ رابعا الاستطاعة هو أن يستطيع استطاعة مادية أو استطاعة بدنية ويضاف شروط لوجوب الحج والعمرة على المرأة وهي وجود ذي محرم كأبيها مثلا أو أخيها أو ابنها وغيرهم يا أبنائي من المحارم نقول شروط وجوب الحج والعمرة نقول من توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه المبادرة إلى الحج والعمرة لما أروا ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم يدري ما يعرض له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبنائي هنا انتهى بفضل الله سبحانه وتعالى هذا الدرس يا أبنائي والآن نبدأ في إجابة تقويم هذا الدرس الدرس الأول في هذه الوحدة نقول أولا أو السؤال الأول يقول اختر الإجابة الصحيحة اختر الإجابة الصحيحة فرض الحج في السنة هل الثامنة أم التاسعة أم العاشرة كما ذكرنا منذ لحظات أنه فعلا يا أبنائي فرض الحج في السنة التاسعة للهجرة ثانيا حكم العمرة حكم العمرة العمرة يا أبنائي هل هي واجبة مرة واحدة في العمر أم واجبة كل عام أم في كل سنة الإجابة الصحيحة واضحة وهي أن العمرة واجبة مرة واحدة في العمر يا أبنائي نقول ضع ضع لها متى ضع على ما تصح أمام العبارة الصحيحة وعلى ما تخطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع تصحيحها السؤال الألف يقول الحج هو الركن الثالث من أركان الإسلام قلنا يا أبنائي لا لإجابة خاطئة لأن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام كما ذكر أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بني الإسلام على خمس أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة إتاء الزكاة صوم رمضان والخامسة هي حج البيت إذن الحج هو الركن الخامس يا أبنائي وليس الثالث بأ من محارم المرأة ابن عمها وابن خالها طبعا خطأ يا أبنائي هي إجابة خطأة طبعا فمن المحارم لها مثلا نقول أبيها أو ابنها أو عمها أو خالها الإجابة التالية إلى هنا يا أبنائي نكون قد انتهينا بفضل الله من هذا الدرس الأول وإلى لقاء آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلاما على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وبعد أبنائي طلاب الصف الثالث الابتدائي أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الفقه ووصلنا إلى الدرس الثاني في هذه الوحدة يا أبنائي نبدأ فيه يتحدث عن مواقيت الحج والعمرة كما نعلم يا أبنائي أن المواقيت نوعان منها المواقيت المكانية وثانيا المواقيت الزمانية نبدأ أولا نتحدث عن المواقيت المكانية وهي الأمكنة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم منها من أراد الحج أو العمرتة وهي أولا ذو الحليفة أولا ذو الحليفة وهو قريب من المدينة النبوية في الجهة الجنوبية منها ويسمى الآن أبيار علي فمن كان من أهل المدينة النبوية أو طريقه يمر به فإنه يحرم منه ثانيا الجحفة وهي قرية قرب مدينة رابغ وهي ميقات القادم من ينبع وتبوك والشام وكل من كان طريقه عليها فإنه يحرم منها ثالثا قرن المنازل وهو واد قريب من الطائف ويسمى الآن السيل الكبير وأعلىه يسمى وادي محرم وهو ميقات أهل نجد والطائف وكل من كان طريقه عليه فإنه يحرم منه الرابع يلملم وهو ميقات أهل اليمن وجنوب المملكة وكل من كان طريقه عليها فإنه يحرم منها ودليل هذه المواقيد حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن ليلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ طيب من كان دون المواقيد السابقة فما كانوا إحرامي حسب التفصيل في الجدول الآتي أولا أهل البلد إذا كانوا مثلا أهل مكة فمقاتهم للحج يا أبناء يحرمون من مكة وإذا كان للعمرة فهم يحرمون من أي مكان خارج حدود الحرم كالتنعيم أو عرفات أو غيرهما طيب من كان خارج حدود الحرم المكي ودون المواقيد فهم يحرمون من البلد الذي هم فيه ولا يتجاوزون البلد أو القرية التي هم فيها إذا أرادوا العمرة أو الحج من غير إحرام ولقد حددت الدولة المباركة يا أبناء حدودا للحرم كما ترون في هذه الصورة مثلا فيوجد هنا نهاية أو مؤشر أو صورة توضح أمامكم يا أبناء نهاية الحرم في مكة المكرمة ثانيا المواقيت الزمانية المواقيت الزمانية للحج أولا شهر شوال وشهر ذي القعدة والعشر الأولى من ذي الحج أما العمرة فتصح في جميع أيام السنة نبدأ بإجابة تقويم الدرس الثاني وفيه نقول اختر الإجابة الصحيحة أولا ميقات أهل مكة للعمرة هل هو مكة أم خارج حدود الحرم مخير بينهما والإجابة فعلا يا أبناء هي خارج حدود الحرم السؤال رقم باء يقول ميقات أهل جدة للحج والعمرة هل هو جدة ولا مكة ولا مخير بينهما والإجابة يا أبناء ميقات أهل جدة للحج هي جدة المواقيت الزمانية للحج ثلاثة أشهر منها شهر رمضان أم شوال أم محرم بالفعل يا أبناء منها شهر شوال السؤال التالي يقول ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة مع تصحيحها يقول يجوز لمن لم يرد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات من غير إحرام طبعا صح لماذا هو لم يرد الحج أصلا يا أبناء لذلك لا يجب عليه أن يلبس الإحرام أو غير ذلك السؤال الثاني يقول تصح العمرة في جميع أيام السنة دفع الإجابة إجابة صحيحة السؤال التالي يقول من كان سفره ليداء مناسك الحج أو العمرة عن طريق الطائرة فإنه يحرم من جدة طبعا الإجابة خطيئة يا أبني فهو يحرم من الميقات المناسب عند قدومه الميقات المناسب لو عند قدومه الدرس الثالث الإحرام أولا يا أبني تعريفه الإحرام هو نية الدخول في نسك الحج أو العمرة وبالطبع فهو لا يقصد به مثلا لبس الملابس فقط ولكنه يقول هو نية الدخول في نسك الحج أو العمرة حكم الإحرام طبعا الإحرام ركن من أركان الحج والعمرة ولا يكون الإنسان محرما إلا إذا نوى الدخول في النسك الذي يريده مسنونات الإحرام واحد الاغتسال قبل الإحرام اثنين تطيب الرجل في بدنه بما يتيسر من الطيب ثلاثة إحرام الرجل في إزار ورداء أبيضين ونعلين أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرج بزينة ولا تتطيب ولا تنتقب ولا تلبس ولا تلبس القفازين ولا تتطيب ولا تنتقب أربع الإحرام بعد صلاة صلاة فريضة كانت أو نافل أنواع النسك أولا التمتع وصفته أن يحرم للعمرة في أشهر الحج ثم ينتهي منها ويتحلل من إحرامه ثم يحرم بالحج في عامه نفسه ثانيا القران وصفته أن يحرم بالحج والعمرة معا في أشهر ثانيا القران وصفته ثانيا القران وصفته أن يحرم بالحج والعمرة معا ثالثا الإفراد وصفته وصفته أن يحرم بالحج وحده في أشهر للأشهر الحرم يقول وأفضل الأنساك الثلاثة التمتع وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضي الله عنهم ثم القران ثم القران ثم القران لأنه يجمع بين حج وعمره ويليهم يا ابناء الإفراد التلبية تسن التلبية بعد الإحرام وفيها نقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويستحب الإكثار منها ويجهر بها الرجل وتسر بها المرأة محظورات الإحرام محظورات الإحرام هي الأشياء التي يحرم على المحرم فعلها بسبب الإحرام منها ما يلي أولا إزالة الشعر ثانيا تقليم الأظافر ثالثا تغطية الرأس للرجل رابعا لبس الرجل الملابس المفصلة على البدن كالفلنة والسرويل والثوب خامسا التطيب سادسا لبس المرأة النقابة والقفازين وهناك يا أبناء ما يسمى بالفدية ونقول ونقول من فعل واحدا من المحظورات السابقة عامدا عالما وذاكرا واجبت عليه الفدية وهو مخير فيها أن يفعل واحدا من ثلاثة أشياء أولا صيام ثلاثة أيام أو ذبح شات وإطعامها للفقراء في مكة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام أسئلة الدرس التالي أبنائي يقول أولا اختر الإجابة الصحيحة ألف حكم الإحرام هل هو سنة أم مباح أم ركن الإجابة الصحيحة يا أبنائي الإحرام هو ركن باء لبس القفازين للمرأة في الحج هل هو سنة ولا واجب ولا محرم الإجابة الصحيحة يا أبنائي هي محرم السؤال التالي يقول ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة مع تصحيحها يقول الإحرام هو نية الدخول في نسك الحج أو العمرة طبعا الإجابة صحيحة الإحرام هو نية وليس المقصود به فقط لبس ملابس الإحرام لإزار والرداء ثانيا باء يقول التلبية بعد الإحرام من واجبات الحج والعمرة طبعا الإجابة خطئة لأن التلبية من سنن الحج والعمرة جيم من محظورات الإحرام تغطية الرأس للرجل طبعا إجابة صحيحة يا أبنائي نقول ما صيغة التلبية ما صيغة التلبية التلبية يا أبنائي مشهورة جدا فنقول فيها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك السؤال التالي يقول مثل لكل مما يأتي بمثال واحد مسنون من مسنونات الإحرام يسن للرجل والمرأة طبعا الذي يسن للرجل والمرأة منها الاغتسال قبل الإحرام باء محظور من محظورات الإحرام خاص بالمرأة طبعا هو لبس المرأة النقابة والقفازين إلى هنا يا أبنائي نكون قد انتهينا من هذا الدرس الدرس الرابع أركان الحج والعمرة وواجباتهما أولا أركان الحج واحد من أركان الحج يا أبنائي أولا الإحرام ثانيا الوقوف بعرفة ثالثا طواف الإفاظة ورابعا السعي واجبات الحج يا أبنائي هي سبعة أولا الإحرام من الميقاد ثانيا الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا ثالثا المبيت بمزدلفة ليلة العاشر منذ الحجة رابعا المبيت بمينة ليالي أيام التشريق خامسا الحلق أو التقصير للرجال والتقصير فقط لنساء سادسا رمي الجمار سابعا طواف الوداع أركان العمرة أركان العمرة الثلاثة أولا الإحرام ثانيا الطواف ثالثا السعي واجبات العمرة اثنان أولا الإحرام من الميقاد وثانيا الحلق أو التقصير للرجال والتقصير فقط للنساء يبا كده يا ابني هنا تحدثنا عن أركان العمرة الثلاثة وتحدثنا عن واجبات العمرة واجبات العمرة يا ابني اثنان أولا الإحرام من الميقاد ثانيا الحلق أو التقصير هذا خاص بالرجال والتقصير فقط يكون خاص بالنساء حكم من ترك شيئا من الأركان أولا من ترك مثلا الإحرام لم ينعقد نسكه حجا كان أو عمرة حجا كان أو عمرة كالصلاة مثلا لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام ثانيا من ترك الوقوف بعرفته فقد فاته الحج ويلزمه أن يتحلل بعمرة ثالثا من ترك الطواف أو بعض السعي لم يتم نسكه حجا كان أو عامرا حتى يأتي به من ترك الطواف أو السعي لم يتم نسكه حجا كان أو عامرا حتى يأتي به حكم من ترك شيئا من الواجبات أولا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ثانيا ذبح شات وتوزيعها على الفقراء الحرم عمرته وحجه صحيحان بإذن الله تقويم الدرس الرابع السؤال الأولي أخطر الإجابة الصحيحة من واجبات العمرة هل رمي الجمال ولا طواف الوداع ولا الإحرام من الميقات طبعا يا أبنائي هي الإحرام من الميقات ثانيا حكم طواف الإفاضة طواف الإفاضة هو ركن من أركان الحج يا أبنائي هو ركن من أركان الحج السؤال التالي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة مع تصحيحها السؤال الأولي يقول من لم يدرك الوقوف بعرفة من لم يدرك الوقوف بعرفة نهارا وقف ليلا إجابة صحيحة من ترك الإحرام من ترك الإحرام واجب عليه ذبح شات من ترك الإحرام واجب عليه ذبح شات لا يا أبنائي هو مخير هو مخير بين الأشياء الثلاثة وليس واجبا عليه من ترك المبيتة بمن ليالي أيام التشريق فحجه غير صحيح صح إجابة صحيحة يا أبنائي بارك الله فيكم إلى هنا نكون قد نتهينا من هذا الدرس الدرس السادس صفة الحج أعمال اليوم التاسع منذ الحجة يوم عرفة أولا التواجه بعد طلوع الشمس إلى عرفة ثانيا صلاة الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم ثالثا التفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتلبية مع استقبال القبلة ورفع اليدين إلى غروب الشمس رابعا التوجه بعد غروب الشمس إلى مزدلفة مع التلبية ويصلي فيها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ثم المبيت فيها حتى يطلع الفجر أعمال اليوم العاشر منذ الحجة اللي هو يوم العيد أولا صلاة الفجر في مزدلفة ثم التفرغ للذكر والدعاء ثانيا التواجه قبل طلوع الشمس إلى ميناء ثالثا الذهاب إلى جمرة العقبة عند الوصول إلى ميناء ورميها بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى والتكبير مع كل حصا رابعا ذبح الهدي والهدي هو ما يذبحه الحاج من مهيمة الأنعام اللي الإبل والبقر والغنم تقربا إلى الله تعالى خامسا يحلق الرجل رأسه أو يقصره والحلق أفضل ثم يلبس ثيابه ويتطيب وأما المرأة فتقصر شعر رأسها سادسا النزول إلى مكة والطواف بالبيت طواف الإفاضة وهو طواف الحج والسعي بين الصفة والمروة سابعا الرجوع إلى ميناء والمبيت فيها ليلة الحادي عشر ترتيب أعمال يوم العيد ترتيب أعمال يوم العيد السنة ترتيب أعمال يوم العيد على النحو السابق ذكره فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس بذلك لحديث عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم أو أخر في هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج أعمال يوم الحادي عشر من ذي الحجة واحد رمي الجمرات الثلاث الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة كل واحدة بسبع حصيات متعقبات وتكبير مع كل حصات ويبدأ الرمي بعد زوال الشمس وهو وقت دخول صلاة الظه وهو وقت وهو وقت دخول صلاة الظه ومن السنة الوقوف ومن السنة الوقوف للدعاء بعد الجمرة الأولى والوسطى ثانيا المبيت في مينة ليلة الثاني عشر أعمال يوم الثاني عشر من ذي الحجة واحد رمي الجمرات الثلاثة كما في اليوم الحادي عشر ثانيا الخروج من مينة قبل غروب الشمس لمن أراد التعجل أو المبيت فيها لمن أراد التأخر أعمال يوم الثالث عشر من ذي الحجة هذا اليوم خاص بمن تأخر وأعماله هي رمي الجمرات الثلاث كما سبق في اليومين السابقين وآخر الأعمال تواف الوداة عند الخروج من مكة الإحسان إلى الحجاج الحجاج هم ضيوف الله تعالى فينبغي على كل مسلم التسابق إلى خدماتهم وتقديم العون لهم والتخلق بالأخلاق الحسنة تجاههم إجابة تقويم هذا الدرس يا ابني يقول اختر الإجابة الصحيحة تبدأ أعمال الحج تبدأ أعمال الحج من اليوم الثامن من ذي الحجة ولا اليوم التاسع من ذي الحجة ولا اليوم السابع إذا تبدأ أعمال الحج يا ابني من اليوم الثامن من ذي الحجة ثانيا في يوم العيد يرمي الحج الجمرات الثلاث أم جمرة العقبة أم الجمرة الوسطى الجمرة الثلاث ولا جمرة العقبة ولا الوسطى هي فعلا يرمي جمرة العقبة في يوم العيد يرمي أسوال التالي يرمي الحجاج الجمرة الثلاث بعد الزوال ولا قبل الزوال ولا مخير بينهما نقول يرميهم يا ابني بعد الزوال الشمسي السؤال التالي يضع علامة صح أو علامة خطأ علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ طبعا أمام العبارة الخطيئة مع تصويبها يقول من أعمال يوم عرفة المبيت بمزدلفة من أعمال يوم عرفة المبيت بمزدلفة طبعا الإجابة خاطئة السؤال التالي يقول اختر السؤال التالي يقول آخر أعمال الحج طواف الإفاضة آخر أعمال الحج طواف الإفاضة طبعا لا هو طواف الوداع السؤال التالي يقول من أراد التعجل فيجب عليه الخروج من ميناء قبل غروب الشمس اليوم الثاني عشر طبعا الإجابة صحيحة يا أبنائي السؤال التالي يقول ما رأيك في التصرفات التالية الجلوس في الطرقات المشاعر المقدسة نقول هذا فعل خاطئ ومخالف للسنة بالطبع ثانيا مزاحمة الحجاج لتقبيل الحجر الأسود هذا رفث في الحج وأرفضه تماما ثالثا رمي المخلفات رمي المخلفات في طرقات المشاعر المقدسة نقول هذا طبعا أسلوب غير حضاري ويرفض تماما إرشاد التائه من الحجاج وهذا من الإسلام يا أبنائي ويثاب من يفعله بذل الطعام والشراب للحجاج إعانة الحجيج لها فضل كبير وثواب من الله سبحانه وتعالى خدمة الرفقة في الحج الإجابة نقول يثاب من يفعله لأنه يعينه على الحج يا أبنائي ترجمة نانسي قنقر